للبرج الرائع جدا صاحب الصفات المميزة ومن اهم صفاته انه صاحب الجمال الثنائي من الداخل ومن الخارج من الخارج دائما بكون بقمة الجمال والاناقة ومن الداخل ذو اخلاق رائعة جدا ومساعد دائما للاخرين اكيد انا بحكي عن البرج الرائع جدا مولود برج ادلوا الرجاء من الجميع اللايك التشجيعي والاشخاص الجود على القناة ما ينسونا بالاشتراك ومهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض باذن الله تعالى طبع للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت اسفل الفيديو بصندوق الوصف ومراتا بكتبه في التعليقات كان في شخص عزيز جدا على قلبك ولكن صار خلاف بينك وبينه وخصوصا هناك بعض الاشخاص اللي حاولوا زرع الفتنة وتشويه سمعتك امامه ستجد الامور بشكل رائع مع هذا الشخص واستتصالحوا مع بعض من بعد اغياب ستحكوا مع بعض بكل صراحة وتعرفوا الشخص اللي كان ضدكو اللي بحاول تشويه سمعتك انت وايضا الشخص العزيز على قلبك لا تتردد بمواجهة هذا الشخص علشان توقفه عند حده لانه يا مولود برج ادلو الواحد لما يكون يعني كيف يعني فرعون شو فرعنا كيف فرعون ما لقيت حدا يردني فلما ترده وتحاججه قدام الاشخاص اللي من حولك يتورجيهم انه شخص سيء جدا وهدبه زرع الفتنة بين افراد العائلة سعيدها بتكون انك شربته من نفس الكاس اللي شربك اياه هناك احد الاهداف التي تسبو اليها اللي حاب تحققها في الفترات القادمة ولكن هذا الهدف بعيد المنال وانت صرت تحس لك بصرح تقدر تكمل فيه او انك تحقق هذا الهدف التي تسبو اليه حاول قدر المستطاع انك تستعيد طاقتك الايجابية للقريب جدا من تحقيق هذا الهدف الرائع جدا واستفتخر به كثيرا وسيكون كانجاز رائع جدا تفتخر به امام الاشخاص اللي من حولك وتطلقى اتصالات رائعة جدا من افراد العائلة والاصدقاء اللي بترفع عندك الطاقة الايجابية وملئة في الكلمات الحماسية احذر من احد الاشخاص من الابراج النارية هذا الشخص كالثعبان بحياتك كيف يعني كالثعبان خلنشرحها بشكل سريع لانه في كثير اشخاص بحكوا مصطلح الثعبان بس يا اصدقائي ما حدا فاهموا الشخص الكالثعبان اللي هو امامك بتحس كالملاك وممكن احسن الاشخاص لك بس بستنى تلف وتجارك ويتردد بغدرك وخيانتك نشيل الغباش عن عيونك وعرف صديقك من عدوك لانه هدف هذا الشخص انه مش بس يشوه سمعتك ايضا ما رح يطواني انه يقوم باعمال ما خلف الطبيعة مثل الاعمال السحرية والاعمال السفلية وفيه هو اللي هو سحر الطعم هو اخطر اشي يا اصدقائي لانه يمكن يحطلك بكاست الشاي او بايش تشربه وبتوكله وبسببلك التسمم الشديد الله يحماك بحمايته ويبعد عنك كل ولاد الحرام اما العازبون او المنفصلون يشغل بالك شخص تعرفت عليه في الماضي ولكن صار اخلاف بينك وبين هذا الشخص وبعدك ما بتحكي معاه لانه صار انفصال ولكن انت داخليا بتحب هذا الشخص هذا الشخص سيرجع ويتواصل معك من اول وجديد ممكن يستخدم انه يرن عليك من رقم غريب او يبعث لك رسالة من رقم غريب عشان يحس نبضك اذا كنت حابب ترجع لهذه العلاقة هذا الموضوع راح اخليه اليك يا مولود برج الدلو فانت هذا الشخص تعرفه جيدا وبتعرف اذا انه بعود لك من نفع او راح يعمل معك مثل الفترات الماضي ويخيب امالك ويضيع عليك اهم ايام حياتك من ناحية ومن ناحية اخرى يضيع عليك فرصة عاطفية وستحصل عليها باذن الله تعالى اما المتزوجون ستكون فترة رائعة جدا بينك وبين الشريك وخصوصا انه ستنزاح الغيم السوداء الي كانت تحوم حول بيتك وافراد عائلتك والفرصة متاحة لمولود جديد لمولود برج الدلو اشخاص ينتظروا فرصة حملة واشياء من هذا القبيل فالحد يدعمك بهذا المجال والف الف مبروك للي حليفهم الحظ من مولود برج الدلو هناك نشاطات اجتماعية وخصوصا سيارة الاقارب والاصدقاء اللي بتحبهم بمعنى الكلمة وتتلقى دعوات الى مناسبات سعيدة وستكون زي عوايدك بقمة الجمال والاناقة تستلتقي باشخاص اليك زمان ما شفتهم هذول الاشخاص كانوا في الماضي عزين على قلبك ولكن مشاخل الحياة بعدتكو عن بعض والظروف هذول الاشخاص سيكونوا قريبين جدا منك بالفترات القادمة وخصوصا انه بحبوك بمعنى الكلمة وما رح يبقى له عليك باي نصيحة بتدفع بصلحتك الى الامام اما الامور الصحية احترس من تقلبات الجو يعني ممكن تتعرض لبعض الالتهابات في الحلق او في القصبات الهوائية الله يحماك بحمايته ولكن الاشخاص بتعرضوا لهذه الاعراض ما يتردد انه يذهب للطبيب ويعمل فحوصات اللازمة لكي يطمن على نفسه لانه يا اصدقائي كل شي بتعالج بخلصه بروح حول ما بتعالج بالثاقم وبزيد الله يحماك بحمايته ويبعد عنك كل مكروه اما في العمل الاساسي اللي انت قائم عليه راح تبلي بلاء حسن ورح تحقق نتائج رائعة جدا وخصوصا انك حابب انك تدعم مركزك واستقم باعمالك بطريقة رائعة جدا لكي تلفت انتباه رؤسائك في العمل الي ورح يثنو عليك بالكلمات الرائعة جدا اللي بتخليك دائما مصر انك تحقق اهدافك طموحاتك التي تسبو اليها احذر من النصب او الاحتيال لانه هناك شخص تحاول نصب عليك بمبلغ مادي وممكن انه يكون يزين امامك امور مثل انه اعمل هذا الموضوع او اشتري هاي الشغلة رتعود لك بالنفع والامور هذه كلياتها ولكن يا مبلود برج الدلو هذا الشخص مخادع وهدفه انه يقلل من مقامك امام الاشخاص من حولك وحاولك تدير بالك على ممتلكاتك الخاصة مثل محفظتك تلفونك او اشياء من هذا القبيل في مثل جميل يا اصدقائي حرص ولا اتخون يعني دير بالك على ممتلكاتك الخاصة وباذن الله تعالى هذا الشخص ما رح يصرق منك اي حاجة اما الاشخاص المقبلين على امتحانات داخلية او خارجية اصدقم فترة رائعة جدا ورح تبلي بلاء حسن اصدقم بانجاز العديد من الامور اللي كانت نطلوب منك مثل انك تتقوق على جميع الزملاء اللي من حولك حاول القدر المستطاع انك تحذر من احد الزملاء اللي بيحاول دائما يضيع وقتك التمين بالامور الترفيهية او باشياء اخرى دائما ركز على امورك الدراسية وخليها من اهم اولوياتك لان يا صديقي امورك الدراسية هي مستقبلك اما الاشخاص اللي يبحثوا عن فرص عمل جديدة ستتاح لهم بعض الفرص الرائعة جدا وخصوصا في الامور الورقية مثل التجارة والبيع والشراء وايضا كعقود مع شركات ووظائف حكومية بس لا تركن على اي شخص يبحث لك عن فرصة عمل لانه مولود برج الدلو كلها تحكي لك ما بحق جلدك غير ضفرك يعني المقصود عندي يا اصدقائي انك انت تسعى وتدور ما رح تطول بالتدوير رح تلاقي فرصة رائعة جدا تعيد لك بالنفع وبالدخل المادي الجيد هناك خبر رائع جدا استطلقاه بهذه الفترة القادمة وهذا الخبر انت ما كنت عارف نتيجته انها تكون سلبية او ايجابية بحب بشرك وطمنك استكون ايجابية كما تحب وتشتهي استشعر بالطاقة الايجابية وتخصيتك البراقة الرائعة جدا ما شاء الله عليكم دائما بتكونوا مثل الوردة اللي مفتحة بتسيطروا على جميع الامور اللي من حولكم نكمل يا اصدقائي بس قبل ما اكمل بحب اعلمكم انا بعمل ثلاثين قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت اسفل الفيديو كل اخر شهر اللي ما بيحالف الحظ هذه المرة ما يزعل ان شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ تكون احد الرابحين معي فهذه القراءة اما للتواصل على طريق الواتساب بتلاقي رحم الواتساب تحت اسفل الفيديو بصندوق الوصف ومرة بكتبه في التعليقات اما الاشخاص اللي بتربح معي قراءات خاصة القراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا توقعات الاشهر القادمة باذن الله تعالى باذا في موضوع معين او مشكلة معينة او متعرض للحسد او السحرة او الاعمال السفلية بنتناقش فيها بشكل مباشر وباذن الله تعالى بنلاقي لها حل واذا كان في عندك سؤال معين بتقدر تستخدم ميزة سكرا لفت انتباهي ورح ارد على سؤالك بشكل فوري كل الحب والتقدير لكم يا اصدقائي وان شاء الله القادم سيكون افضل وافضل موسيقى موسيقى